اي ان كان هدفك من التمرين فاحنا بناكل اكل صحي اللي بينشف بيأكل كمية اقل واللي بيدخم بيأكل كمية اكبر لكن في النهاية كلنا بناكل اكل صحي نبدأ بالادوات المطلوبة وهتحتاجي ايه علشان تتمراني في البيت الادوات هترجع لحالتك المادية فيه ناس تقدر تشتري مالتي جم وناس تقدر تشتري دمبل و بار كلامي هنا هيكون على اقل الامكانيات اللي اي واحدة فينا تقدر تشتريها بسهولة رقم واحد هتجيبي بار رقم اتنين هتشتري دمبل هتجيبي دمبلين وزنهم من اتنين لتلاتة كيلو ودمبلين خمسة كيلو لسبعة كيلو رقم تلاتة هتجيبي طارات او بلطات ايا كان المسمة بتاعها ايه هي دي الاوزان اللي بتتحط في البار هاتي اتنين تلاتة كيلو واثنين خمسة كيلو واثنين عشرة كيلو رقم اربعة وده سهل جدا وموجود منه انواع كتير هو حبل المقاومة ندخل بقى الجزء الاول من الدايرة وهو انظام التمرين نبدأ بالجسم من تحت العضلة الاولى عضلة السمانة او بطة لصاق وبالانجلش اسمها كالف التمرين الاول ستاندين كالف ريزيس تمرين سهل وبسيط ونقدر نعمله في البيت وفي اي مكان هتقف في مستقيمة وترفعي كعب رجلك من على الارض وتحاولي تثبتي ثانية وتنزلي تاني بشكل ابطأ من الطلوع لو مستواكي متقدم ممكن تشيلي اي حاجة فوق كتفك زي انك تحطي دمبلين او بار او اي حاجة من البيت حتى لو البيبي بتاعك صغير ممكن تشيلي وتلعبي به العضلة التانية عضلة المؤخرة وهي مش عضلة واحدة هي مجموعة عضلات بتكون الشكل المستدير لعضلة المؤخرة وعشان تعملي العضلات دي تكبير فانصحك بالتركيز على التمرينين اللي جايين دول التمرين الاول بريتش اكسرسايز فور جلوتس واكيد سمعتي عنه قبل كده سواء في فيديوهاتنا او في فيديوهات الفتنس عامة التمرين ده هو اقوى تمرين تعملي بعزل للمؤخرة وممكن تعملي برجل واحدة بحس يكون التركيز اقوى وممكن تعملي كمان برجلين وده هيديكي افضلية في انك ترفعي اوزان اعلى لو هديكي نصيحة في النقطة دي هقولك دايما اعملي تنويع بلاشي السبات على نمط التمرين التمرين التاني من افضل التمرين اللي بتدي شيب مجدود وجزاب العضلات المؤخرة هي الحركة في منها اشكال كتير زي انك تعمليها بالبند او قستك المقاومة او انك تعمليها على جهاز الكابل في الجم بس في النهاية الحركة واحدة والتأثير واحد فخلينا نركز على الوضع الافتراضي بتاع التمرين وهو انك تغذي وضع البلانك وإيديكي مفروضة وتبدأي ترفعي رجلك لفوق بالشكل ده طبعا لو عندك قستك مقاومة هيبقى افضل بس بشكل عام لو كنت مبتدئة هتلاقي نتيجة بمجرد ما تعملي التمرينة دي حتى لو بدون اوزان خالص العضلة الثالثة وهي عضلة السدر التمرين الاول هو تمرين الضغط وده غاني عن التعريف طبعا بس برضو هقولك على كم حاجة بحيث اخواتنا المبتدئين لو اول مرة يتابعونا التمرين ده تقدري تلعبيه بتاني الرجبتين لو كنت مبتدئة بحيث تسهيليه على نفسك شوية وتقدري تعمليه بوضعه الطبيعي للجسم وهو مفروض بس في النهاية التركيز على عصر عضلات السدر هو الاهم يعني ركزي جدا ان عضلات السدر هي اللي بتقاوم الضغط العضلة الرابعة وهي عضلة الاكتاف ومش فاهمة ليه معظم البنات بتهملها مع انها بتشكل النسبة الاكبر من شكل جسمك من فوق اذا كان مفروض وعامل V-shape او منكمش ومش ظابط اللوك من فوق انا مش بقولك اتمراني اكتاف عشان تبقي جونسينة لا خالص انتي هتتمراني مهما اتمرنتي هتلاقي ان جسمك ليه حد معين من الضخامة مستحيل هتعديه لو بصيتي لأي موديل عجبت جسمها هتلاقي عندها اكتاف كويسة فما تخفيش من تمرين الكتف ولعبيها بشكل اساسي لانها بتزبط الجسم من فوق جدا وهم تمرينين لعضلات الاكتاف هم التمرين الاول رفرفة جانبي lateral raise shoulder عضلة الاكتاف الجانبية دي بتزبط الجسم بشكل مش طبيعي التمرين ده لطيف جدا ونقدر نعمله بسهولة في البيت وبقى اقل الادوات زي الدمبلز او ازايز الميا التمرين التاني بيركز اكتر على الاكتاف الامامية لكن ليه تأثير برضو على الاكتاف الجانبية وده بشكل عام هيدي لك كويس جدا للأكتاف هو مش محتاج خالص غير دمبلين وكرسي والتكنيك مش محتاج شرح كتير سبتي بس ظهرك وبلاش اي حركة غير حركة المفصل بتاع الكتف العضلة الخمسة والاخيرة عضلات البطن بس الاهم من تمرين البطن هقولهولك بعد التمرين فلازم تشوفي الجزء الاخير من الفيديو عشان توضح لك الصورة اهم تمرين البطن كالتالي تمرين الرفع على شكل حرف الفي او تمرين الفي اب نامي على الارض وايدك جنب رجلك مفروضين باستقامة جسمك ارفع رجلك لفوق وكمان ايدك مع الجزء العلوي من جسمك وحاولي على قد ما تقدري ان ايدك تلامس رجلك التمرين هيشغل عضلات البطن العلوية والسفلية هتاخذي وضعية البلانك العادية مع القفز برجلك بانك هتفتحيها وترجعي تضميها داني واهم نقطة انك تحافظي على بطنك مجدودة اثناء التمرين الجزء التاني وهو الهالسي فود ما تكليش وجبة ما فيهاش بروتين خدي بروتين في كل وجبة مصادر البروتين زي الفراخ اللحمة البيض السمك التونة ما تكليش وجبة الا ومعها مصدر فيتامينات زي خضرات ورقية الخص او الجرجير او الفجل او الكابوتشي وممكن طبق صلطة فواكه يحللنا موضوع الفيتامينات دي خدي بالك من كمية الكاربو نوعها بلاش تجمعي باكتر من مصدر في نفس الوجبة اما بالنسبة للمصادر فافضل مصادر للنشويات هي الشفان او القمح او البطاطا او البطاطس او الرز الدهون الصحية مهمة في يومنا زي شوية مكسرات او صفار بيض او جبتين سمك في الاسبوع علشان الاميجا سري لو عندك دهون مترقمة في منطقة البطن يبقى لازم تعملي نظام غذائي منخفض في السعرات الحرارية وهسيبلك رابط تحسبي منه السعرات الحرارية المناسبة لجسمك وكمان هسيبلك لينك فيديو التنشيف في اول كومن هيساعدك في التخلص من اي دهون زيادة في عوامل كتير جدا بتتحكم في النتيجة والشكل اللي عليه جسمنا طبعا الرياضة اهم العوامل دي لكن مهم جدا عشان ما يجلكيش احباط وتبعيدي عن الرياضة انك تبقي فاهمة كويس جدا ان الجينات الوراثية عامل مهمة في تشكيل جسمنا اللي عايزة وصلهولك ان الموديل اللي انتي بتبصي لها وبتسعي ان جسمك يكون قريب من جسمها هي جيناتها اساسا مساعدها كويس جدا انك تشوفي موديل واتبعي فورميتهم وتمرينهم وتسعي وتكتهدي ان شكل جسمك يبقى شبه جسمهم لكن حطي في بالك دايما ان دي ممكن يكون جسمها استثنائي مش موجود منه كتير وممكن جدا تكون بتاخد هرمونات عن طريق الحقن فاللي بطلبه منك ببساطة انك تسعي انك تطوري من جسمك وده بيتم بالرياضة والاكل الصحي ما تقرنيش نفسك بموديل عايشة حياتها كلها على التمارين والاكل الصحي والمكملات انتي وانا ومعظمنا بنلعب رياضة وبناكل الصحي على قد امكانياتنا الموجودة عشان نوصل لأفضل جسم ممكن بالامكانيات المتاحة مفيش حد بيبدأ بروفيشنال والناس اللي بتصعب الموضوع دايما ما بيكملوش لاننا في النهاية بشر وطبيعي اننا ما بنلتزمش باي حاجة اعلى من قدرتنا الاستمرار هو كل شيء في الرياضة مفيش حاجة اسمها كبار السن وصغار السن العمر ده مجرد رقم في البطاقة لا بيدل على مستوى اليقة ولا مستوى تفكير كتير من الشباب في العشرينات من عمرهم بيهملوا في صحتهم فبالتالي اليقتهم البدنية بتبقى ضعيفة وكتير من الناس فوق السبعين اليقتهم بتكون عالية جدا بسبب انهم مهتمين بصحتهم وكل ده بسبب بسيط جدا وهو انهم واخدين الرياضة اسلوب حياة مش مجرد تخسيس كم كيلو او الوصول لشكل جسمه معين وخلاص ما تخليش حد يغدعك بكلمة الواجبة الفري في بداية الدايت من التأثير النفسي والمعنوي اللي بتعمله الواجبة دي انها بتوصلك ليوم كامل من الاكل الفري ويمكن ايام كمان وانت مش قادرة تتحكمي ولا عارفة ترجعي للدايت وده بيكون غصب عنك والسبب في ده انك في الواجبة الفري بتاكل كمية كبيرة من الاكل اللي غالبا بيكون مليان الضهون علشان تشبع رغبتك النفسية وتعوضي احساسك بالجوع والحرمان وده هيكون سبب في انه يوقف الحرق معاكك كام يوم بعد الواجبة الفري ما تخليش حد يغدعك بكلمة الواجبة الفري في بداية الدايت اهم حاجة بعد كل ده الصبر والاستمرارية وانك ما تستعجليش ده هيخليك يتوصي بشكل اسرع وبنتائج احسن كمان تقبلي نفسك زي من انتي وما تحاوليش تقلدي حد او تحطي معايير ومواصفات صعبة عليك لان ده هيأثر بالسلب على صحتك ونفسيتك كمان انك تكوني وثقة ورادية عن شكلك ومتقبلات ده اهم بكتير من المعافرة واهم بكتير من انك توصلي للجسم المثالي كلنا عندنا عيوب وما فيش حد اسمه مثالي انتي لو اتمرانتي كويس باكل صحي والتزام واستمرار هتعملي جسم ممتاز انتي نفسك هتنبهر بيه نهاية كلامي اتمراني عشان توصلي لأفضل شكل ممكن توصليله وما تقرنيش نفسك بالموديل اللي حياتها كلها فتنس عشان دول امكانياتهم مختلفة ولكل جسم جينات وراصية مختلفة ترجمة نانسي قنقر